رقية خرجة جامعية دخلت قطاع التجارة على غرار كثير من النساء الموريتانيات لكن رقية فضلت الاعتماد على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل التعريف ببضاعتها تعرض السيابة النسائية التي تخصصت في بيعها على مواقع التواصل وترسل لزبنائها صورة ومقاطعة من كل موضة جديدة لدينا بيجز في السوشيال ميديا عن الفيسبوك والإنستغرام وفيها نفس التفاعل الذي يخلقه المباشر في المحل مثلا عندنا في الفيسبوك فيه جروب أحد منه ينقال له خرامز الطافلات وهذا يخلق فيه ياسر من التفاعل بين التاجرات يمكن أن تطور ونمشي مع تطور غير في نفس الوقت في بعض الحالات إنها ما تقدر تفتتح محل بسبب الإجار محمد الأمين تاجر نظارات قرر هو الآخر استعمال الشبكات التواصل في الإعلان لكسب الزبائن ويقول إن وسائل التواصل تضمن له كسب مزيد من الزبائن لكن مشاكل اللوجستية جمع ما زالت تحول دون إتمام عمليات البيعي عبر الإنترنت في موريتانيا التسوق الإلكتروني شيء مفيد ومهم ونحن في الحقيقة بحاجة إليه في موريتانيا ظهرت مؤخرا محاولات للتسوق الإلكتروني لكنها ضعيفة نظرا لأن الشوارع معروفة ونظرا أيضا لضياب خدمة التوصيل الباعة والمشترون على حد سوى يتحدثون بإيجابية عما توفره وسائل التواصل من جهد ووقت في مجتمع ألف التجارة بالطرق التقليدية منذ قرون بفضل هذه المواقع الاجتماعية اللي عادت طارية في ذلك الزمن اجبرنا لها فائدة في ترويج تجارتنا هذه التسوق عبر الإنترنت والتفاعل التجاري عبر وسائل التواصل ما زال مقتصرا على العاصمة نواكشوت وبعض المدن الكبرى التي توجد بها شبكة الإنترنت وبها مراكز تجارية وعناوين للشوارع معروفة أما في داخل البلاد فما تزال الفكرة طرفا فكريا بدأ العاملون في قطاع التجارة يستغلون وسائل التواصل بشكل ملحوظ وقد بدأت التجربة تؤتي أكلها رغم حداثتها ورغم أن مساحات واسعة من البلاد ما تزال خارج التغطية محمد فضل الحرة نوارش